السلام عليكم كديرين لابس عليكم انتونا تكونوا كلكم بخير وعلى خير رمضان كريم لا يدخل علينا وعليكم بصحة والسلام ووش ما تمنيتو ان شاء الله في هذا الفيديو ان شاء الله غضي نقترح عليكم فطائر تركيا لشكل قباريب اللي كيجيوا رائعين بزف وساهلين في طريقة تحدذي لهم بعجينة لناجحة ميافة لميو كدشي قطنية وخفيفة بزف تقدروت يعني تعتمدوها في رمضان ان شاء الله توجدوا بيها اي مملحة بيتو توجدوهم سواء بيتو تديروهم هكا لشوصان او للميني بيزا او لتديروهم عجينة ديال هومبرغر اللي كيجيوا هكا صغيرين لكم اختياط شكلو العجينة ديالكم كما بغيتو فكتجي ناجحة ميافة المياو كتجي قطنية ونايا في بول درت معلقة ديال سكرسانيذا مع معلقة ما تكونش عمرة بالسفة ديال الخميرة درت كاس سخون ديال الحليب وكاس ديال الماء بارد ونص كاس ديال الزيت هنحاول نخلطهم شوية حتى كدوا بعد ناديك الخميرة وغض نضيف عليهم كاس ديال الدقيق ديال الفينو احنا يا راني عبرت بالكاس ديال العنبة كيما تقدروا يعني تتعبروا بالكاس اللي بيتو سواء كبير او صغير سافي هنا يا ملي خلط شوية ديال الدقيق ديال الفينو مع الخميرة وبنسبة الملحة اللي ما ضفتهاش في اللول غضي نخلي عدتها لأخر غضي نضيفها هنا يا ضفت ثلاثة ديال الكسان ديال الدقيق غضي نحاول نخلط كبشي مع علقة خشابية عندكم ما تحتاجش انكم تديروا اليد من اللول حتى كنتدخلوا فيه كامل ديك ديال الدقيق هنا ضفت للكسر رابع وضفت مع علقة صغيرة ديال الملحة وصافي هنا كنحاول ندخل فيها داك الدقيق حتى كنشوف العجينة يعني مجموعة ومن بعد يعني كندلك شوية كريب اليد صافي وهنا غضي نضيف دقيق شوية بشوية يعني هنا دخلت لي خمسة ديال الكسان ديال الدقيق صافي هنا غضي نحاول نجمع العجينة ديالي العجينة ما تديروهاش تكون قصحة خليوها تكون شوية رطبة غضي نحطها كف فوق سطح العمل نحاول ندلك هكا بيدية وهذا هو الشكل ديال العجينة ديالنا كما تلاحظوها تجيار طباء غضي نخليها على العجينة لمدة خمسة دقيق ترتاحوا عندنا ديك العجينة وندزوا نقطعوها هنا ملي خليت العجينة ديالي تلقات ليها شوية هكا باش نشكلها يعني بشكل اللي بغينا كنحاول نحلها هكا ونقطعوها هنيا كديرو انتوما الحجم اللي بيتوا هنا لدرتهم هكا شوية كبر بإمكانكم انكم انتوما تقسموهم باقيها لجوج باش تعطيكم هكا كيميا اللي تكون كبيرة كما قلت لكم تقدرو تشكلو هال العجينة كما بغيتو انتوما لكم اختيار تستعملوا لاجينة اه في اللي بغيتو انا لدرتهم هكا على هالشكل لدرتهم شوية كبر خرجت لي يا تسعود ديال الحبات كما كتلاحظوا صافي غادي نخليهم اه بواطا نخليهم حتا كي يخمرون دوزوا دابا نصوبوا الحشوة غادي ناخد هنا يا قطع ديال الادند او الاسدار ديالتجاج اللي متوفر عندكم خذيتوا وقطعتوا هكا قطع اللي صغار غادي ندير واحد الياغور الطبيعي غادي نضيف معاه شوية ديال لموتارت بنسبال التوابل غادي نضيف شوية ديال الخرقوم البلدي نصمع لقا صغيرة غادي نضيف شوية ديال سكين جبير غادي نضيف شوية ديال لبزار ونصمع لقا صغيرة نضيال التحميرة ومع لقا صغيرة نضيال الملحة غادي نضيف الربع مقطع وجوش دروس ديالتو ما محكوكي وهنخلط مزيان دوك القطاع ديال لادان دعك باش دخلهم مزيان ديك الشرمولة وهنا خديت مقلادرت فيها شوية ديال الزبدة مع حباء ديال اللبصلة اللي قطعتها هكا طويلة كما كتلاحظو وغضي نضيف عليها ذاك الدجاج وغضي نحرك فيها حتى تكطب عندنا ذاك الادان العافية اللي تكون مجهده وهنا من اللي كيكون عندنا ذاك الادان ديالنا طيب صافي غضي نحيدو وغضي ندزو العجينة ديالنا من بعمل ما كتكون يعني خمرات باستعانة ديال دقيق ديال الفينو كنحاول نحل هنا يا العجينة كنعطيها شكل يعني كنحلها كبطول كما كتلاحظو كنخليها شوية تكون رقيقة حد بقي غضي تخمر وهنا خضيت شوية ديال الفرماج اختياري بيتديرو ما بيتوش يعني تقدروا تطبيبها كالعجينة هاي هكاك تكون خاوية العجينة بوحدها وصافي كنحاول نطلع العجينة ديالي وكنا نحاول نسدها كنعطيها هكا على شكل قارب كيما كتلاحظو طريقة راها سهلة ووضحة في الفيديو وكنستمر بنفس طريقة حتى كنكمل كيميا ديال العجينة كامل عندي وهنا كما كتلاحظو راني در طريقة كيميا قليلة ديال الفرماج يعني ماشي بزاف هكا باش مليون قطعو ديكل العجينة كي تجي ديكل الفرماج هكا من الداخل وكيما كتلكم تقدرو تستعملوا العجينة ديالكم كما بغيتو سوان بتديرو هكا يعني بيتزا اللي تكون كبيرة ولا بيتزا صغار كما تقدرو تديرو ماكا قريسات آآ العجينة قطعو هكا قريسات ليكونوا صغار تخليهم حتى كي يخمرو وتضطعو ليو ماكا بالكاس من الوسط باش جيكم ديكل الحفيرة من الوسط وتعمروها بالحوشوة اللي بغيتو يعني لكم الاختيار فهد العجينة تشكلوه انتوما باللي بغيتو وصفي نام اللي كملت العجينة ديالي عادي الكمية اللي خرجت لي كيما كليكم انا قدرتهم كبار وصفي هنا غادي ناخد آآ البيض درت معا شوية ديال سوس سوجة هند بها العجينة ديالي عكا في الجنب وغضي نرشها هكا بالجنجلان انا درت هنا يا هاتي الجنجلان البيض كما تقدرو يعني تخليوهم ها غير هكا او لا تديرو الجنجلان العادية ولا تديرو البافو او لا السانوج لللي متوفر عندكم خضيت هنا شوية ديال سوس طومات وحليتها شوية بالماء باش تكون هكا شوية خفيفة نضفت لها شوية ديال الزعتر محكوك وكان ناخد مقدار ديال معي لقا وكان حاول ندهن بها هاد اللاجينة ديالي من الداخل في الوبص داك كيما كاتلاحظو وغضي ناخد ديك الحشوة اللي طيب ديال الدجاج وغضي نحطها في الوبص كيما تقدرو تديرو يعني الفلفلات شحروها هي ولبصلة وتديروها وتديرو الطون هكا من من الفوق اولا تديرو الكفتة حتى بالكفتة كاتجي رائعة عزاف اولا لادان اللي متوفر عندكم تقدرو يعني تتعمرو بها هاد الفطائر داك هنا شوية ديال الزيتون كحل او اللي خضر اللي متوفر عندكم وغضي نضيف شوية ديال الفرماج بدرت الموت زريلا البيضاء والصفرة يعني خلطهم وقدرتهم هكا من الفوق كيمية قليلة كيما كهتلاحظو هذي ناخد شوية ديال الزيتر وغضي نحكوها كمن فوق وهنا يراني سخنط الفرران من قبل وغضي ندخلهم نخليهم حتى كي يطيبون من التحتهم من الفوق وتيكون هدا والشكل ديالهم من بعد ما خرجتهم كيجي شكل ديالهم كيشهي وذاك الفرماج يعني كيجي دايب ومحمرين من الفوق ومن التحت نتمنين شاء الله جربوهم العجينة كيجي خفيفة بزف ارتبها وهنا يا غضي نقطعها تشوفوها كي كيجي من الداخل ذاك الفرماج اللي درنا في الجنب في العجينة ارا كيجيها كدايب وكيجي وزوين يعني كمن اللي كتاكلوهم وهو مسخان يعني طيبوهم وتاكلوهم كيجيو لداد بزف وما تشبعوش منهم صراحة والعجين منها كيما كتلاحظو كيجي محمرة وارتبة بزف انتمنين ان شاء الله تجربوها وتعجبكم كيما كتليكم تقدروش كلها فانتو ما بشكل اللي بغيتو وتاكون ادوى الشكل نهائي ديالهم انتمنى لعيشكم هاد الفيديو ما تدخلوش علييا بلاي لاك ديالكم وبتعليق ديالكم وتبرتجيو الفيديو مع ايدكم وحبابكم الناس ليكو يزوروا القناة ديالي الاول مرة انتمنى ان شاء الله تشتركو وتفعلو الزيل الجرس بشكل كتوسط بكل جديد القناة وانقول لكم السلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله هو وصفة جدد وفي امان الله